الفقرة التانية هندخل فيها على طول زي ما أنا وعدت حضراتكم من المرة اللي فاتت اسأل مع دكتور نورة فقرة تحديدا إزاي أحبب ابني في الدراسة طبعا في ناس كلموني كتير ابني مش بيذاكر ابني خد على القاعدة خد على الأبحاث وخد على يعني اللي حاصل في البلد من قائم كورونا والكلام ده كله أنا حابة أوضح حاجة إحنا عشان نغرس أي حاجة في الطفل بنبدأ من وهو صغير قوي طيب حضرتك حابة تحبيبي في الدراسة وحضرتك بتعني فيه وبتتعصبي عليه ولازم تذاكر عشان تنجح طيب 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 ما ناخد الحاجة طالما الحاجة دي بشكل مقرأ أو هو نفسه مجبر على الحاجة دي طيب ما ناخدها كده إيه واحدة واحدة بالراحة بمنتعل واحدة واحدة كده على الطفل بالراحة خالص تبي قاعدة معاه إيه رأيك في المعلومة دي لو فهمناها هنعرف في كذا في المجال الفلاني لو بتذاكروا العلوم الأطفال الصغيرين تحديدا لو بتذاكروا العلوم هتبتدي حضرتك تأيه تفصص المعلومة وتغنوها كمان كل حاجة وتغنوها طيب إحنا عايزين نقضح حاجة في أطفال بيستمع بتحفظ بيستمع حاجة تبارك الله مرة واتنين خلاص تحفظها عن ظهر قلب في أطفال لازم تحس بالحاجة تتخيلها وفي أطفال لازم تشوفها عشان يمشي الحال عشان يحفظوا ما ينساش وا 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 بس عايزين نتطفق على شيء الصغير بيتعلم بيستمع كل الصغيرين والكبير بيتعلم بالنظر تمام؟ فده بيفرق في طريقة التعلم بين الصغير والكبير فالطفل في أدينا عايزين نشكله زي ما احنا عايزين تمام؟ عايزين ليه؟ علشان الإنسان خلق من طين أصلاً يعني آه عندك طفل خلاص هو إنسان بتشكله بقى تمام؟ يعني مش مستحيل بس ما تعصبش عليه عندك رسمة عندك حاجة بتنحتها كل يوم كل يوم تزبط حاجة فيها كل يوم توضح معلم المعالم وشها تزبطه فاهميني حضراتكم مش بالعصبية خالص هيطلع انتك حلو لو عصبت على الحاجة هتطلع شكلها مش هيعجبك لازم تشتغل مع الحاجة بمزاج والطفل نفسه ده بالنسبة لك تحد اشتغل معه بمزاج حبيبه في الحاجة تفصصه له ولازم تفهمه حاجة المدرسة وسيلة إنما العلم اتجاه واسلوب حياة المدرسة وسيلة إنما العلم اسلوب حياة هيطلع لما يجبر فاهم كده ايه وكل حاجة يفهمها كل حاجة لازم يفضل وراها لحد ما يفهمها انت اديت له صمرة العلم سواء في العلوم المختلفة لحد ما يخلص ويدخل كلية وبعد كلية كمان يبقى انت بتشكله انت بتاخد الناتج في كلية لما يدخل كلية المعينة اللي هو عايزها أو اللي انت عايزها ما عرفش التفاصيل بس انت بتأسسه عشان يوم زي ده ومجرد ما وصل الكلية خلاص تمام كده ده سمرت نجاحك سواء بقى اي كلية ما منتكلمش بقى القامة والكلام السخيف والمتخلف ده اللي احنا مش بنحب دايما نتكلم فيه خلاص كده فحضرتك عندك الطفل تشكله خلاص خليه يختار اوقات اللعب في واحدة بتتصل بي بتقولي ابني بيحب الموبايل على طول يمسك الموبايل حلوة ادي المشكلة في الحل يخلص الحاجة اللي مش حبيبها عشان يشتغل او ياخد الحاجة اللي بيحبها يعني يشتغل عليها كهوية يخلص اللي وراء اولا عشان ياخد اللي حافز بتاعه تمام كده بس فهي دي الفكرة كلها طيب ايه تاني؟ معنا مدخلة اهلا بحضرتك اتفضلي اساس امه محمد عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي لو سمحتك كنت عايز اتسأل حضرتك على النسيان في الاطفال ايه؟ اللي ايه عفوا ما سمعتش النسيان في الاطفال اه النسيان في الاطفال ما احنا لسه كنا بنتجر يبني عندي اربعة تنين على طول بينسا يعني اللي بيذاكر بينسا اللي بيذاكروا عشان هو عشان انا بقول لحضرك مجبر يذاكر مجبر لازم تخلص واجبك استني استني طولي بالك معلش طب معلش يستوعبيني ولو غلط صححي ليه الولد بييجي لازم تخلص الواجب الهم وارك بتاعك كله كل الواجب لسه هنوضح دلوقتي ازاي حب الدراسة فده غلط احنا بنضغط على الطفل وعلى الزاكرة واستعاب وكده هوضح حاجة طب خلاص هجاوب لحضرتك حالا هنوضح حاجة اه 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 تمام انا هجاوب حضرتك اه اول حاجة خالص اول حاجة حضرتك تعمليها لازم تخلي الطفل يختار اوقات الراحة اللي عايزها يتفرج على تلفزيون يلعب دي له متنفس ها احنا بنكلم للجميع دلوقتي عشان يحب الدراسة لازم توفر له حاجات طرفهية وتعاملوا احسن معاملة وتعاملوا احسن معاملة لو غلط معلش المرة الجاية ما تغلطش الحاجات الحلوة نبرزها الله ابني جميل ابني ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده شاطر ما شاء الله تبارك الله وطبطبة ودايما كده ايه يعني بحسسه ان انا مفخورة بيه تاني حاجة معاملة vip vip يعني very important persons معاملة الناس اللي هم الصفوة يعني ايه وهو بعد ما يخلص في وقت الراحة بتجيبي قلم وورقة فيه ستات بتعمل كده سيادتك تحب تشرب ايه كأنه قاعد في قوتيل قاعد في كافيتيريا قاعد في مطعم 5 ستارس تعال يا حبيبي تحب تاكل ايه انا عاملالك المكرونة البشاميل اللي انت بتحبها فانا بدي حافز كأنه عندك كأنه عند حضرتك المؤسسة دي احنا بننشقها بفكر اه معانا مداخلة ونقول لها ليه اهلا اهلا اه ايوه عليكم السلام اهلا بحضرتك تفضل الحمدلله اهلا بحضرتك تفضل نعم فيه تمام في رجلك تمام لأ طب لو سمعت ممكن تقوليلي على الحاجة يعني العرق بتاع رجلية وانا عنده الضغط الدكتور قال لي ده ضغط من الفقراء طيب انا حضرتك ممكن تكلميني بعد الحلقة بعد اذنك معلش ايوه شكرا السلام ايفان مع السلام دلوقتي طبعا السور اللي كانت بتنزل برضو زي مثلا احنا قلنا على الحاجات اللي بتتاكل علشان خاطر تزود الزاكرة احنا تكلمنا وقلنا الخميرة البيرة وتكلمنا وقلنا الكبد وكبد الاغنية متحديدا وكبد البقر او الكبد اللي هو البقري معرفش بتتقل كده صح او ما هو كده يعني وخلاص فانا دلوقتي انا دلوقتي بتكلم على جزئية ازاي لسا نحبب ابنائنا في الدراسة ازاي نحبب ابنائنا في الدراسة اول حاجة يتعاملوا انهما بني قدمين وانهما عند حضرتك في البيت ازاي تعمليهم بشكل لائق خلاصوا المذاكرة خلاص طيب في طفل عنده صعوبات تعلم في صعوبات تعلم قبل ما بيدخل المدرسة فراجاءا بقى الجزئية بتاعت الاستاذة اللي متصلة بيا من شوية لازم احدد هل الطفل عنده صعوبات تعلم ولا لا لو ما عندهش صعوبات تعلم خلاص بمشي معا بالكلام اللي انا بقوله ده طب لو عنده صعوبات تعلم هنقول انه لازم يتعالج بدري عشان نمنع المشاكل بدري نلحق بدري من اول 3-4 سجين كده نعرف عنده صعوبات ولا لا بيروح يتقيم عند الناس متخصصة هل عنده صعوبات في التعلم او لا فمن بدري بدري هنحل المشكلة بدري بدري طيب الطفل لسه اللي احنا بنعمله فيه اي بي هيذكر فين هيذكر فين الطفل نوع له اماكن المذاكرة مايبقاش مثلا مذاكرة على الصفرة طول الوقت او في الصالون طول الوقت او لا مرة على البحر مرة في البلكونة ها بننوع كده عشان لما نغير مناظر العين والحاجات الحلوة دي كلها او التأثيرات اللي هي هتساعد على ايه هتساعد على ايه كل ده ان الطفل هيبقى متجدد معي طب اللي عنده صعوبات في التعلم بخليه يذكر في مكان واحد بس بدون اي تشتيت حواليه بيذكر في مكان واحد بس هتخليه يذكر في الصفرة في الصالون ده اللي عنده صعوبات في التعلم بدون دوشة حواليه بدون حد بينادي على التوم تحت البيت مكان كويس هادي انا بكلم يعني عادي بكلم معليش يفهموني بقى اللي ما عنده صعوبات لا نوع له لانه بيبقى قادر على المذاكرة بسرعة طيب فيه حاجة كمان فيه تكنيك جميل قوي اسمه يعني study 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 smarter than harder بذاكر بذكاء عن مذاكر بعناق فيه ناس تاخد المعلومة في عشرين ساعة يقعد طول النهارة على الكتاب ويطلع بس بدرس واحد او صفحة واحدة وفيه حد يقعد تبارك الله ساعتين ثلاثة يلم الدنيا يلم الفصل يلم فصلين قاعد بيذاكر بذكاء طيب خلينا نعلم الطفل طريقة الربط يعني المعلومة نفسها ممكن يرسمها العوامل اللي قدت لكذا سواء في العلوم في الحساب في كذا ممكن يتعلم بالرسم كل معلومة من دي ديها رمز رسم كده يبقى فاهم ان دي معناها لما يجي يسترجع يا مريكول الاستدعاء للذاكرة للمعلومة هيربطها بالرسمة اللي هي المايند ماب المايند ماب اللي هي خريطة ها خريطة العقل كل حاجة مرتبطة الفصل ده بيقول كذا وكذا بممكن يتلقص في صفحتين تلاتة رابطهم ببعض الفصل يبقى عشرين تلاتين صفحة بس هو جابهم في صفحتين اتنين مزبطهم او معنا مداخلة اهلا بحضرتك استاذة شاهد تفضلي السلام عليكم السلام عليكم يا صندوق حضرتك ابني مزبطة بالغير خالص تمام ومزبط زاكر خالص ببعض بتعملي معا ايه؟ مش عارش والله تعالي معي انت بتعملي معا ايه يا استاذة شاهد؟ لا بتدربيه بتعقبيه؟ او العقاب عبارة عن ايه؟ يعني تدربيه كده بتدربيه كده؟ كده ولا كده؟ بتدربيه جامد شكلك يا استاذة شاهد عشان عايزاي زاكر ويبقى كويس وكذا طيب هكلم حضرتك دلوقتي اه انا هجاوب على سؤال حضرتك ده في الحلقة الجاية لسبب صغير جدا فيه ناس كتير كلموني زاين عقب الطفل من غير ما نضربه ده عايز له حلقة لوحده طريقة العقاب بس هجاوب على سؤال حضرتك في الدراسة دلوقتي الطالب او الطفل بيجي كده عاديه واتفق معاه انا دلوقتي عايزاك تخلص دروسك ولو احتاجت حاجة هساعدك مرة واثنين وثلاثة ابنك سمرة ابنك نتاج تعب وايام في التعب بالنسبة لك يستهل انك تستحملي يستهل انك تسبري مفيش طفل بينمو كده من يوم وليلة بتلاقيه ايا كان اي مهنة في مصر يعني فجأة من يوم وليلة لا ده محتاج ده ده مجهود ده عامل زا المحصول عامل زا الارض الزراعية لازم لها مراحل علشان تشوفي محصول جميل لازم لها صبر وعناء مش زهقت منه انا زهقت انا تعصبت انا قرفت منه انا الطفل اصلا بيتنقله رسايل غير مباشرة انه غير مرغوف فيه طب هعمل ايه انا مالي مش مذاكر طيب خلينا بس نوضح من الاول عشان ده موضوع شائك وموضوع كبير جدا انا بوضح ازاي نتعامل مع الطفل بزكاء نتعامل معا كده ننزل لعقله عشان ناخده معانا في عقلنا طيب الطفل قبل الدراسة ده عموما وخصوصا اطفال الصغيرين تقدروا تحببون في الدراسة اكتر من اللي في المراحقة واكتر من اللي في سنوي والكلام ده كله بيختار ادواته المدرسية بنفسه ده ده لو هنبدأ قبل ما يكون خلاص دخل في مراحل التعليم اللي انا وضحتها من شوية اول حاجة خالص اول حاجة بيختار الالوان والكشاكيل واي حاجة هو عايزها للمدرسة بنفسه بنفسه هنعتبر ان ده اتفاق مؤسسي بينك وبينه هو ممول بيمول اه انت بيتمولي بالفلوس بس هو بيمول بيه اللي هو عايزه يعني ايه بمجهوده من الاخر عايز كاراريس عايز كشاكيل عايز اي حاجة هو اللي يجيبها بنفسه الالوان اللي عايزها تاني حاجة نديله فرصة يختار الاصدقاء وما تدخلش خالص طول ما الاصدقاء على هوانا يعني ناس زينا ناس محترمين ناس بيذكروا هه عشان يعلموه برضو ايه يبقى المؤسسة دي كلها ايه ناجحة كده مع بعضية بنيديه له الاختيار يا جماعة انا عايز اقولكم على حاجة فيه ناس كمان بتشتكي ان الطفل مش عايز يدرس عند في بابا ومامته طيب فيه حد بعتتلي تساؤل بتقول لي انتي تكلمت عن عند المراهقين وسبت الاطفال الاطفال عنيدة جدا اكتر من المراهقين يمكن ابني الكبير بقدر عليه بقى انه مراهق يا جماعة يا جماعة الطفل اللي بيتعوده على الاستقلالية منه هو صغير يعرف يختار يعرف يقولك لا لو قالك لا دول بيت هيقول لا برا البيت لايه سلوكيات غير مقبولة فالطفل العنيد زكي وقائد الطفل زكي وقائد بيحدد وعايز ايه لا مش عايز ده مش عنده على حضرتك لا ليه حق الاختيار بس ايه نقوم الحتة دي عشان يطلع قائد بقى في حياته بعيدا عن مهناته يطلع بقى ايه عنده اختيار حر في الحياة يختار الطريق اللي يمشي فيه بنفسه بدون اي تأثير من الاخرين فحضرتكو زي ما انتم شايفين كده عند الاطفال خلاص مش سامع مش عايز يسمع مش عايز مش عايز في حلول كتيرة لعند الاطفال انا بقولكم المسئولية اسمع الطفل اعرف ليه مشكلته طب تخيلوا يا جماعة فيه حد ممكن يدي امر للطفل يقولوا ايه الاطفال الصغيرين روح نام وقبل ما تنام البس البيجاما واخسل سنانك واتغطأ كم امر يخده هينفذ منهم كم بيروح ولا بيخسل سنانه الامر الوحيد اللي عامله روح نام انت لو عايز ده بنقسم له الاوامر بنقسم الاوامر بيش روح دلوقتي عندي سريرك والبس البيجاما ادي هو نام او روح عشان تنام طيب هو فيه منه رايح عشان ينام طيب البس البيجاما واخسل سنانك وما تنساش تطفل نور كم امر يخده كم امر بالراحة بقى بالراحة روح يا حبيبي دلوقتي اخسل سنانك بقسم له الاوامر ما تدلوش اوامر مرة واحدة وما بيسمعش الكلام يبقى انا اللي ما بعرفش هدي اوامر يبقى انا الاوامر بتاعتي معقدة على الطفل ومش مستوعبها فبيقولك لا او يعمل حاجة وانت مديله عشر حاجات ليه خير ان شاء الله بالراحة طفل بالراحة عشان ادراكه يكبر عشان الادراك يكبر كده بتاع الطفل لازم ايه نستوعبه ادي اوامر وعرف ليه والحوافز ايه العائد لو احنا عملنا كده ايه الحافز لو انا غسلت سناني سناننا هتبقى جميلة نظيفة ريحتنا حلوة الناس تحبنا وتقرب بيننا كلام كله ايه ومش انت مش تولي الوقت سقوله انت هيبقى يعني نفسك ريحته مضيفة او لا نتكلم انه ان احنا كلنا في نفس ايه الفكرة انا ما بميزوش او انا ما باستبعدوش ان هو ده المقصود بيه ليه هو لا لدينا كلنا نظام الحوافز وفي نفس الوقت ايه شاطر حبيب مامي شاطر هتبقى متفوق وطبعا موضوع العلم لازم ياخد العلم بحب هنحببه في العلم ان انا مش هعد اضرابه زاكر يقولك والله يبنا مزاكر وتلاقي اخناقات كتيرة وفيه ابهات وامات بيمسكوا الاطفال يعملولوا معاهات مستديمة عشان ما بيزاكرش عشان هو بس انت بس مش قادر توصله لعقلك بالراحة بس عالطفل الطفل ده ماد دخام في ايدك وماش كده وعجين في ايدك مش انه انا لازم يسمع كلامي فامسكه بالقهر طب الطريقة دي طريقة يعني عفوا حتى مش بيعملوها مع اللي هو الحيوانات يعني ابنك ده بني ادم زيه زيك بس على اصغر طبعا يا جماعة انا كان نفس اتكلم اكتر من كده بس وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة وان شاء الله نلتقي بيكم في الاسبوع القادم في نفس المعاد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة